اشتركوا في القناة شاكرا لجلالته هذه الزيارة الكريمة وقد جرى التقاط صور تذكارية بمناسبة هذه الزيارة وخلال لقاء حضرة صاحب العاهل المعظم مع رئيس مجلس الشعب الصيني اكد جلالته ان مملكة البحرين تولي اهمية خاصة لعلاقاتها بجمهورية الصين الشعبية وتتطلع الى رفع مستوى التعاون معها في القضاعات الحيوية كافة وذلك لما تمتلكه الدولة الصديقة من خبرات متميزة وما تحققه من تطور كبير في ميادين التجارة والانتاج والاستثمار والتنمية منوها جلالته بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في المجالات كافة وبالمقومات المهمة التي تمتلكها في ظل موقعها الاستراتيجي المتميز وما تتسم به من انفتاح واستقرار وبنية تحتية متقدمة وعصرية وانظمة وتشريعات جاذبة واشاد جلالة الملك المعظم بالمسيرة البرلمانية البحرينية الناجحة التي تواصل تحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب على مختلف الصعود معربا عن الاعتزاز بدور السلطة التشريعية واسهاماتها المهمة في خدمة عملية التنمية والتطوير الشاملة في البلاد كما اعرب جلالته عن تقديره للدور المهم الذي تطلع به الصين على الساحة الدولية بكل ما تتمتع به من ثقل حضاري وسياسي وأمني واقتصادي منوها بدور الجالية الصينية واسهاماتها الطيبة في تعزيز مأسيرة التنمية الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين وتناول اللقاء عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك من جانبه رحب معالي رئيس مجلس الشعب الصيني بزيارة الدولة المهمة التي يقوم بها جلالة الملك المعظم للصين والتي تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين مثمنا عاليا دور جلالة في الارتقاء بهذه العلاقات العريقة التي تشهد تقدما مستمرا وتطورا ملحوظا على مختلف المستويات ترجمة نانسي قنقر